نفذ عدد من الطلبة الأردنيين الدارسين في الجامعات السودانية وقفة احتجاجية أمام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للمطالبة بموافقة الوزارة على إكمال تعليمهم في الجامعات الأردنية وبيّن المشاركون في الوقفة أن الجامعات السودانية أغلقت أبوابها منذ أربعة أشهر تضامناً مع موجة الاحتجاجات التي اشتاحت السودان وأن الأوضاع غير مستقرة وتشكل خطراً على حياة الطلاب واضطرهم إلى العودة إلى الأردن والمطالبة بضمهم للجامعات الأردنية ونشهد المشاركون في الوقفة إنصاف الطلاب والبالغ عددهم أربعمائة وخمسين طالباً أردنياً يدرسون في الجامعات السودانية صراحة إحنا صارنا أكثر من أربعة شهر من شهر 12 الجامعات موقفة دراسة بسبب الأوضاع الأمني وسياسي في البلد في السودان وإحنا صراحة وقفنا هنا أكثر أكثر من مرة عشان الوزارة السعليم العالي تلاقينا حل إنها تسحب وراغنا ترجعنا للجامعات الأردنية لأنه صراحة السنة راحت يعني وهسا والجامعات ما رح تفتح نهائياً في السودان إلا في حال الوضع السياسي تغير لا أعرف شو مصيرنا لا حد طلع علينا لا حد عبرنا لا حد جابنا أقل ما فيها شهاداتنا المصدقة بياناتنا أوراقنا في طلاب بعد هناك موجودة وتعرضت لها سرقات تعرضت لها غاز مشل للدموع في بيوتها يعني صار صابها أذى نفسي وأذى معناه بنفس الوقت إرسال أبنائنا إلى السودان في هذا الوضع هو إرسالهم إلى المصير المجهول إلى الموت وخصوصاً أنه يعني على التواصل كان التهديد صريح أنه إذا برجعوا المدربين هذا تحدي فدخولنا إرسال أبنائنا إلى تلك البلاد إرسال لمتاهات مجهولة